اللسان لا يتعد من كثرة الكلام أما الآن اذهب إلى النادي ولا ما تذهب إلى النادي هلأ احمول ألم بك ألم رصاص احمول إذا ردك احمول خمسين مرة هيك مئة مرة هيك العضل طبعك بيتعب إذا أحيانا عندك شغل على الكمبيوتر وعم تحرك الموص خمس ست ساعات بالنهار آخر نهار تفس كتفك حيوقع من محله أليس كذلك فالعضلات بتتعب عند استعمالها لك حتى إذا نمت كثير تتعب أما إذا تكلمت كثيرا لا تتعب فإذا كان هيك الحال إن اللسان مهما عمل لا يتعب ينبغي أن نعمله فيما يعود نفعه علينا في الدنيا والآخرة مثل ماذا ذكر الله والحسنة بعشرة أنثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء